تحياتي لكم من جديد أحبتي مشاهدي قناة أشور الفضائية وتحياتي إلى جميع الأصدقاء الذين يرسلون عن طريق أميل البرنامج فكر ورباحاتيها.com وعن طريق الفيسبوك على الدلوي بالعربي أو على الدلوي بالإنجليزي أكيد أنتم على موعد مع هذه الحلقة المميزة لكادر قناة أشور الفضائية هذه الحلقة الخاصة مشاهدين الكرام ارتئيت أن أقدم هذه الحلقة مع كادر قناة أشور الفضائية وكي تتعرفوا على الموظفين الموجودين في هذه الفضائية هم موظفين موجودين طبعا خلف الكواليس لم يظهروا على الشاشة وإنما اليوم في برنامج فكر ورباح سوف ترون جميع هؤلاء الموظفين وسوف ندخل إلى أول المشاركين وهم قسم التنسيق أنا أعتبره حقيقة هو عامود الفقري لفضائية أشور ولكل الفضائيات قسم التنسيق هو قسم جدا مهم ويعتمد عليه الفضائية في كل شيء هذه الفضائية تعتمد على قسم التنسيق في كل شيء من ابتداء البرامج صباحا ولغاية انهاء البرامج مساء أي من الألف إلى الياء سوف تتعرفون إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في قسم التنسيق في فضائية أشور وسوف ندخل إلى الغرفة إلى قسم التنسيق وأكيد موجودين طبعا اثنان هناك شخصان بيرق ويايا نقول السلام عليكم شلونك أوليفر كل عام متب ألف خير أنا أكيد بمناسبة عياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أقول لكم كل عام أنتوا بألف ألف خير إن شاء الله يعود عليكم الفرح والمسرات أجمعين إن شاء الله الله يسلم أوليفر تعالي هنا يا حبيبي مجاهدين كرام قلت لكم سوف تتعرفون على الأشخاص الذين يعملون في قادر فضائية أشور هذا الكادر المتألق المحبوب الذي يعمل ليلة مع نهارا في سبيل إنجاح البرامج وفي سبيل أرضاء المشاهدين جميع المشاهدين بدون استثناء أكيد يعملوا ليلة مع نهار والله العظيم وبدون أي مجاملة أكيد معنا أوليفر في قسم التنسيق وأدد رح نتعرف عليهم بالبداية ويحشوننا شوي عن قسم التنسيق صعب لو مصعب وشنو رأيكم بهذا القسم أوليفر نبدو إياك والله فعلا عن لاوي يعني تخش يعني الطريقة تخش موضوع الشي الحلو هنا أنه إحنا هذا شغل نحبه وبس يعني إذا واحد ما عنده للموضوع أكيد حشوف في الشي صعب يعني بس هو مع الأول يعني شغل جدا متفرق يحتاجه جدا تركيز ويعني إراد له يعني ذوق شو ما يقول لك أدددت شون رأيك بقسم التنسيق والله هو قسم أقول عليه هو حلو مثل ما قلت ذكرته بدايته أنه عمود الفضائية تقريبا لازم واحد يكون دقيق ويعرف شون ينسق برامجه وبالثواني يعني هو قسم حلو إجمالا يعجبني يعني كل شو وهنا شي واحد يحب شغله من يحب شغله يقدر يتقنه يقدر يتقن الشغل حلو مشاهدين الكرام سوف ترون أشكال مختلفة ونفوس مختلفة ولكن هم في الأصل أحباء للكل أحباء للمشاهدين هذا أدد وهذا أوليفر أخاف تقولون يخبرون الثيناتهم ما شاء الله الكادر الموجود عندنا في فضايته شورهم كلهم حلوين وما يقصرون معاملهم أوكي أوليفر هسا تعرفنا على قسمكم وكذا هسا نتجي إلى سؤال الحلقة أوكي حظك شنون يعني نص نص ما تتفكر كهرباء يسر موزين رح يفوز من عندكم واحد ماشي 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 كاشي ما هو الشي الذي تشتريه من الباع لونه أخضر وعندما تضعه في اليد يكون لونه أحمر شنو أخضر نشوف أدد تشتريه من الباع لونه أخضر أخضر وعندما تضعه في اليد يكون أحمر ها الحن ها أوليفر ما عرف ما زالي أشك تشاي حن ما عرف حلاوة لماذا ما تقولون نحنا كادر ماتك لهم الأولوية في الفوز حقيقة يلا أنتوا الكار تتقاسموا به أوليفر ماكوش كار أوليفر ماكوش كار أنتوا في كل الحال أي وحي يفوز من عندكم راح يقسم الكار بالنص أوليفر فريق واحد هنا فريق واحد إن شاء الله شو تقول الأدد لا ماكوش كار أكيد 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 مشاهدين كرام الجواب الصحيح هو الحن وأجاب أدد جواب صحيح إليك عشر دولار راح أسئلك سؤال جدا بسيط أيهم أو ما هو الشيء الذي عندما تربطه يمشي وعندما تفتحه يقف شنو شيء من تربطه يمشي من توقفه تريد تفتحه يوقف عفوا من تريد تفتحه يوقف شنو أغشي شكشي موجود بالإنسان هذا الشيء حتى لا تقول علي مجو بالإنسان موجود بالإنسان يلبسه ساعة ساعة هنا فاز سبعشر دولارات إليك أوليفر يلا شيء موجود بالإنسان من تربطه يمشي من تفتحه يوقف شنو كاليميرو انتبه لي كاليميرو مغامرته مفريحة طعم طيم طيم شوفوا حركة الشي اسمه أكت طب طب الجاية اسمه الحذاء الحذاء ساعة الصودة عليك مواند فضلين نقول هذا الشكل فعلا هو مكرم السامع الحذاء نحن الأسئلة تطرق إلى كل شيء كل شيء طبعا نحن نطرق إلى المهم هو سؤال فعلا المشاهد الكرام الشيء الذي تربطه يمشي عندما تربطه يمشي وعندما تفتحه يقف هو مكرم السامع الحذاء أوليفر فزيت معي بعشر دولارات ممنون مبروش وأدد فزيت معي بعشر دولارات تهنينا إليك كل مأخيرة على السريع والله نهني كادر قناة آشور ونهني كأوشي علاوي أنت ونهني بأستاذ بيراق ونهني كل العالم وإن شاء الله يعمل السلام والأمين ببلادني وإنت ش تقول أوليفر أهني الشعب العراقي بشكل عام بحلول رأس السنة وعيد الميلادية وأهني الكادر وأهني كنت حضرتك جدا متألق وبنفس الوقت أعتبع عليك أعزان المشاهدة أعتبع على علاوي هاي صلى سنتين البرنامج وهالي يوم أول مرة يجينا يعني تخيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوانش وفاة الشمعون شوان الصحة طبعا هنا يا مشاهدين كرام وفاة الشمعون هي المسؤولة عن غرفة المكياج طبعا ويعني الأسود اللي يدخل يطلع أبيض الأبيض اللي يدخل يطلع أسود يعني وبالعكس ويعني بالشكل المختصر يا حبة ذا شوية تتحدثين عن قسم المكياج وهل تلاحظين هناك صعوبة في إداء واجبك في هذا القسم بالعكس حبة شغلة شغلتي حلوة وما أواجه صعوبة وكل إنسان يجي أعرف هذا الشي يلوغ له شو ما يلوغ له كل الشي أوكي الشخص الوحيد اللي ما يجيش يخلي مكياج منه هو علي الدلوي ليش ما يحتاج لأنه هو أبيض أصلا ما يحتاج فهو يحب الطبيعة فهو يطلع طبيعي يعني أنت كيفين عليك الشخص أكيد طبعا مشاهدين كرام وفاة الشمعون طبعا جدا فرحانة لأنه ما اجيت في اليوم وقلت لي تعي ما كيجي لي حتى راح أطلع بالتلفزيون بالفضائية لأن بشرتي أصلا بيضة البشر البيضة ما يحتاج لها مكياجها هوائي ما يحتاج بالعكس بالعكس وفاة الشمعون هستاذ شد تسوي الموذيعتنا مريم داما كيجها لأن عندها موجز حلوة مريم يعني تشوفيها أي طبعا تخبل لأن سامرة وحلوة مو تدمري لياها طلعيها مو مريم خاصة اليوم تلبسي وقاليها على مريم مليل ومراية خذ ليها مليل ومراية خذ ليها مليل ومراية شوفها مشاهدين كرام بوعا مريم بعدها هي قبل التجهيز قبل التجهيز بعد ما داخله بالفرن الكهربائي دخلناها شوية من تطارعة يعني كاكة جاهزة أكيد شاء الله مشاهدين الكرام هذا القسم هو جدا مميز ومهم بالنسبة إلى كل فضائية أكيد كل شخص سواء كان مذيع أو مقدم برامج أو مقدمة برامج قبل أن يظهر إلى الجمهور يجب أن يأتي إلى غرفة المكياج على سبيل المثال عندك بيرق زكي أجلح أبيض يعني ما يحتاج هو صلبخ من قاع حلوة ما للصلبوخ صح ما للصلبوخ بالله ما عرفه ما عرفه إذن هذا القسم هو جدا مميز ومهم بالنسبة إلى جميع العاملين بالأخص الذين يظهرون في الشاشة وأنا طبعا تحياتي لك يا وفاة شمعون وأشكر جهودك في فضائية أشور ويعني عندك روح حيوية جميلة ووجدك دائما يضحك ومبتسمة للحياة وأكيد مشاهدين الكرام في نفس الوقت وفاة شمعون هي مراسلة يعني لاحظوا كل إنسان يعمل في فضائية أشور لديه أكثر من عمل لا يعمل بعمل واحد فقط أو بشغله معين وحدة فقط لا هنا وفاة شمعونية أم المكياج هي تمكيج للمذيعين والمقدمات ومقدمين للبرامج وفي نفس الوقت هي مراسلة تلفزيونية ولا تتفاجعون إذا شفتم في اليوم تقدمي الأخبار وفاة حسنة طلبت من عندك تقدمي الأخبار ما ستفاجعوني؟ عادي بس أنا أحب الشغل برا خارجي أكثر من الستوديو على سبيل مثال يعني رح قدمت الأخبار أشار مصدر المسؤول مصدر لازم المسؤول ما تقول مسؤول غلط مصدر أشار مصدر المسؤول لأن العلاقات الدملوماسية ما زلت قائمة على حد سواها وحيث دخلت إلى غرفة وفاة شمعون ولقيت هناك امرأة تتماكيج في هذه الغرفة إلا وهي مريم ألبيرت نشرة الإخبار ما نشعلها على العموس يلا وفاة شمعون السؤال ما هو جميع الأشخاص ينحنون إلى شخص واحد المن ينحنون؟ للحلاق المن؟ للحلاق لا يستحيل لا أصدق لا لا أصدق أبدا صدق صدق كذلك لماذا؟ فززتني والله؟ والله صار أنت شرت عاش؟ لماذا حدث؟ يعني أكيد؟ طبعا ما أصدق معقولي؟ الكل يأتي هنا يعني الكل ينحنونك؟ أي ولو يقولون أي لكان يقولون الكرسي الحلاق ما يدوم لحد ما يدوم لحد يفدقها ويقوم ويقوم بينما يمج كلها تيجيش تنحني كل هذة اللي تخرمو شي 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 إذن مشاهديني كرام جميع الرؤوس تنحني إلى الحلاق وأجابت وفاء شمعون إجابة صحيحة وأقول لك في استماعي بكارت شحن 10 دولارات ومبروك لك الكارت تهانينا خبريني بعد الثنى عشر الظهر لا لا ليس بالليل لا أكون نايمة شكرا لك حياتي أحبتي مشاهدي قناة أشور الفضائية تركنا غرفة المكياج وسوف ندخل إلى غرفة المونتاج والغرافيك هذا القسم النشط بعمله وفي أداء واجباته سوف تتعرفون على هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في قسم المونتاج هناك إمرأة هي ليست كبيرة وإنما صغيرة جدا وجميلة إلا وهي أراس يوسفيان السلام عليكم وعليكم السلام شوانا شعراس زين كل عام ونت بخير ونت بخير إن شاء الله يا ربي تحقيق كل أمنياتك وعروس وتمتجين برنامجي أحسن وأحسن شكرا تسلم الله سلم نتعرف على علا شوانك حبيب علا الحمد لله شوان الصحة إن شاء الله حمد لله ما عندنا واحد محلو أبدا يعني لا تتصورون عندنا واحد بالفضائية محلو كلهم يهبلون علا كيف تشوف عملك في قسم الإليغرافيك والله الحمد لله متعاونين فهم الناس عن قسم الإليغرافيك أو الإليغرافيك هو الشين هو الإليغرافيك هو تصميم فواصل وتايتلات الخاصة بالبرامج اللي تطلع على قناة هاشور ويعني فتشي هو مثل التصميم ومونتاج بنفس الوقت مونتاج بنفس الوقت حلو إذن يعني الإليغرافيك مشاهدين كرام هو متعلق تعلق كبير في المونتاج وكلهما يعملون على نظام أو برنامج البرمير البرمير افتر ثري دي ماكس ايش يعني برامج التصميم حلو أوكي فنرى آراس ما هو رأيها في قسم المونتاج هل يا ترى تحب هذا القسم هل عندما تعمل أو تمنتج برنامجي بالأخص برنامجي لاقون عن البرامج الأخرى برنامج فكر وربح هل تستمتع في تقطيع برنامج فكر وربح وهل تلاقي صعوبة في إنجاز هذا البرنامج في مونتاجها أم لا سوف تتعرفون على هذا الشي آراس شو رأيش أول شي بقسم المونتاج وبعدين يحكيين عن معاناتك إذا عندك معانات طيني الكرسي بارق هل تريد تقعد أنت ساعد الصوت وإنه هناك شي أكون عندك معاناتك بقسم المونتاج هل تحبين هذا القسم شو نريج يعني إذا ما أحب هذا القسم ما تشان بقيت به ولا أستمرت نعم فالقسم المونتاج قسم كلش جميل وهو فن وذوق وش عندي أنا من أفكار كلها أخليها شغلي بحث يعني أنا أحب شغلي فأحب أبدع بي دائما ومو بس فكر ورباحه وإنما غير برامج جميل يعني منها حواء بين الفكر يعني بيني وبين الزميل وكثير من البرامج يعني والبروميشنات يعني كلها أفكار أشياء حلوة يعني حلوة بل عكس القسم المونتاج قسم كلش حلو لربما يطرح سؤالا وهذا السؤال يقول من هو الشخص الذي يقوم بمونتاج برامج فكر وربح سوف أجيب على هذا السؤال أقول لكم أن هذا الشخص هو آراس هو ليس ولدا ولا رجلا وإنما هي امرأة فتاة فتاة جميلة جميلة بأخلاقها الحلوة وأكيد جميلة في عملها مشاهد كرام هي اللي تمنتج لي برنامج فكر وربح هل لقيتي صعوبة يعني أثناء المونتاج برنامج فكر وربح أمتعبتش أنا لو ممتعبتش احتي لي الصراع لا لا بلعكس أنت من المقدمين اللي أبد يعني أبد ما فدي يوم تعبني ولا أغلاط ولا أي شيء ولا وقفات يعني كلش أنا يستمتع من منتجك ودائما أنا أضحك يعني على أي شيء أنت دائما طبعا هاي مو تقطعي يعني هاي هاي سهل بصير والله أنا مونتارة بكيفي بعاني لا لا ما كسعج هاي تبقي موجود بهاء البير مشاهدين كرام وأكيد يعني دائما يساندها في كل شيء الأخ العزيز مدير البرامج الأستاذ بهاء البير دائما وياها أيضا بالمونتاج وأيضا يشارك في عملية المونتاج وهو رجل مدير برامج يعني خلف الله عليه وأكيد رح تتعرفون عليه وراح وأكيد أنتو تعرفوه غني عن التعريف الأستاذ بهاء البير وقدم برامج في قناة أشور الفضائية وعنده برنامج ضيوف أشور ضيوف أشور وأنا رح أكون أحد الضيوف أكيد يلا وصلنا إلى سؤالي الحلقة مريضا طيل السؤال ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع أراس لازم نفوز يعني إذا ما نفوز تقوم الشيربيت لشغل الشيربيت لا لا هذا شغلي هذا عملي ما أقصر به بس يعني أما بعيد الشر يعني الموت أو السفر لا كف الشيء يروح يعني عندما يذهب بعد ما يرجع عندما يذهب لا يرجع والله الزمن صار إنما شفناكم بعد سنين أطيت إجي الجواب من خلال الأغنية السنين والله الزمن زمن صار النماء السنين الزمن سمين السنين لا تقول السمين جاب السمين أسأل هذا شنو علي هذا شنو هذا شنو هراس هذا شن الزمن 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 عندما يذهب لا يرجع تقدرين تعيدين الزمن طبعا الماضي لا يعود أبدا إذن المجاهدين الكرام فازت أسأل المجاهدين فزوا صارت بهم فزة 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 مشهد الكرام الزمن هو الجواب الصحيح وفازت معي آراز بكر شحن عشر دولارات ننتقل إلى علا علا ما أغشي شك ها يعتمد عليك ما هو المعدن ما هو المعدن الذي يتواجد في الحالة السائلة أكون معدن من المعادن يا معدن موجود بالحالة السائلة والعلم غالي الثمن المو رخيص زئبق زئبق بق زئبق 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 والله تعد لي الحروف موالي زئبق زئبق بق نعم قل بقبق 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 ها بيرا قجبتك يعني مو بقبوق لا زئبق زئبق مجاهدين الكرام يا سبحان الله بس يعني طيثك كل شي اسمي يعني من قلت لك غالي الثمن ومبين ومس الزئبق مو أرس زئبق صاح زئبق خبغة شنشينك تين ساعة الصوت عالية لا اليوم رح يوشلون الكادر فضايا تاشور مجاهدين الكرام فاز معي علا بكر شحن عشر دولارات ومبروك لك العشر دولارات صفوكي لخطي صفوكي لخطي تحياتي لكم يا أراس ويا علا وشكرا جزيلا إلى مشاركاتكم الحلوة شكرا جزيلا شكرا جزيلا وإن شاء الله عام سعيد وكل عام أنت بخير شكرا جزيلا شكرا لك علي الدلوي اللي متعبني هو لا لا بالعكس وكل عام أنت بألف خير وإن شاء الله الموافقية والنجاح دائما بعملك الله يسلم بيرا خليلي عصوري عندها تمنتجين أسألوه شنوه دامنتج طبعا إيه طبعا طبعا يلا شكرا جزيلا أوكي شكرا لأو أحبتي مشاهدي قناة أشور الفضائية سوف نلتقي بطفل صغير هذا الطفل هو ابن أخي حقيقة وجاء معي إلى فضائية أشور وقلت له سوف تظهر في برنامج فكر وربح وسوف أطلب منه مشاركة جميلة شلونك حبيبة عبوسي زيان شلون الصحة؟ وجهك على الكاميرا زيان؟ اي تب ياصف عباس؟ أول أول ابتدائي؟ اي شاطر؟ اي كل الشاطر؟ اي يا حبيبي عبوسي تراح تغني لي أو شراح تسوي لي تطيني فد محفوظة بالمدرسة؟ أريد من عندك هامال مطر مطر ريرين؟ وراها هامال لأدعوك يا إلهي حافظهم؟ اي يالله سمعني ريرين كوهر 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 ليلة وصف لي عفية زيان وهامال لأدعوك يا إلهي داتي عليك سمع يا إلهي يا رافع السواء يسر علي درسي في الجزء وأفضكاء أحفظ بأبي وأمي وكل أصدقاء يا رافع العطائي ربست الجفتائي حياتي عبوسي أنت تحب علي الدلوي أي جدا تحب واي 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 أي هو ما يحب لك حياتي يتيني بوسي عبيبي أموت علي حياتي شكرا جزيلا مشاركتك عباس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الشخص قدم العديد من العطاء خدمة لفضائية أشور وخدمة للعراق العظيم وخدمة إلى الفن العراقي الآثوري الحبيب هذا الشخص هو الفنان المبدع بهاء البير هو أكيد غني عن التعريف يقدم برنامج ضيوف أشور وهو مقدم برامج أيضا في نفس الوقت ومدير برامج في فضايا أشور ويعمل أيضا في قسم المونتاج يعني كل على بعض حلو أكيد يعني دائما أنا أقوله مشاهدين كرام لو لا يعني مو قدامك يعني ولا مجاملة رح أنبخك أكيد مشاهدين كرام هذا الرجل وبدون مجاملة هو مدير برامج هناك الكثير من المدراء البرامج في جميع الفضائيات مع تراماتي للكل يجلسون وراء الكرسي ما لهم علاقة شي يصير ما يصير أو فقط يؤمر وينهي هكذا هذا الرجل يعمل في قسم المونتاج أمرار يمنتج حتى برنامجي بإيده والبرامج الأخرى وفي نفس الوقت يقدم برنامج أيضا يعني مذيع وفي نفس الوقت يغني وصوته حلو يغني الغناء الآثوري راح نستمتعانيكم بهذا اللقاء اللي راح نجري طبعا مع الأخ العزيز بها ألبير نقول لك كل عام وأنت بألف ألف بخير وأنت بخير وإن شاء الله العراقيين كلهم بخير منخص المسيحيين وإنه منخص كل البشرية بعياد الميلاد ورأسان الميلادية وإن شاء الله سنة خير على كل الكرة الأرضية أجمع إن شاء الله أستاذ بها هل واجه الصعوبة في أداء واجبك في تقديم البرامج وكذلك عملك كمدير برامج وتعمل في قسم المونتاج يعني ما تشوف أكوفة صعوبة بهذا الأمر لو تحبا بهذا العمل تشوفه فشي يعني كلش حلو وبديع والله تعرف هي ضرورة أكو ضرورة مرات تحتاج إنه تتعلم شي وشغلة المونتاج شغلة فنية فأحنا كان عدنا نقص بالمونتارية فشغلات مرات بالسريانية أنا يتقن السريانية فأثار إنه منتج بيدي فأتعلم أبا وعش دوش تتغلون هاي شون أسويها هاي شون أجيبها هاي شون أربطها هاي شون أفايدها فأتعلمت فشغلات أعجبني هذا الشغل يعني بصراحة أعجبني شغلة بيها شغلة فنية نعم فأعجبني إنه أشتغلها بالنسبة للصعوبات يعني هي صعبة أنت تعرف أنت مقدم برامج تعرف صعبة إنه صبح كله بتيش نوي الموظفين وهذا تنصح وهذا زعلانوية هذا وهذا ما أدي شنو مخالف وهذا وبعدين تيجي بالليل تقعد ريلاكس وتبتسم للمشاهدين وتنسى التعب كله هذا أكيد مجهود بس يعني إذا بشبابنا ما نسوي هذا ما نتعب لك ما نتعب طبعا ما ننشايف عوض الله كريم مشاهدين كرام أكيد هناك صعوبة في أداء عمله وكذلك عمله بمدير البرامج هذا طبعا أنا أعتبر هالمهنة هاي الصعبة مدير البرامج هو المسؤول عن جميع البرامج الذي يعرض على حضاراتكم للياء أي برنامج يقدم جديد في فضايا أشور هو الذي أكيد يجيز هذا البرامج يقول يظهر هذا البرامج أو لا يظهر أكيد هو عمل بمشقة ونوع ما من التعب أكيد تعرفنا على أستاذ بها البير المذيع المتألق وكذلك الفنان المتألق ومدير البرامج المتألق سوف نستمتع أنا وأنتم بأغنية من أغاني الفنان المبدع بها البير أنا أصحك فنان وأكيد اللي ينجح بعمله يقولون علي فنان حياتي يعني بس قبل ما اللي بيطلبك اللي تضيف فتشي إنه لكل شخص يريد يسوي فتشي عنده أدوات يعني مثلا أنت ده تقدم برنامج عندك أدوات يعني بدون هاي الأدوات ما تقدر يعني عندك مصور هو آلة يعني دي يشتغل ويعك عندك المونتر دي يكمل مسؤولية أخرى عندك الجرافيك سوى فلانشي عندك هاي المادة اللي بيدك مثلا عندك الملابس مادة فهي أدوات كلها تساعد في تكميلة العمل فهي نفس الشي عندي أدوات هاي الأدوات إذا إحنا ممتعاونين ليش يسمون كل الدوائر يقولون دائرة وموظفين عادة الإعلام يقولون أسرة أسرة البرنامج أسرة الإذاعة ليش تسمون أسرة لأنه إذا ماكوا تعاون إذا ماكوا محبة فما رح تقدر تنتج لأن بحضك ما رح تنتج لازم أدواتك وياك فالأدوات هي يعني عامل مساعد لإخراج أي عمل ناجح بالنسبة للفن والغناء والله نتارك صار لهواية صراحة علي وأكيد يعني للملاطفة حتى جمور يستمتعون وأكيد كفنان أكيد وبرنامجك أيضا وبرنامجك برنامج موسيقظي وفي أشور يقدم باللغة السريانية فأتمنى حتى يستمتعون المشاهدين أستاذ بها أكيد غني يعني أكيد الله يسلمك أغنية كيفك مقطع مقطعين بيت بيتين شقة شقتين براحتك تريد من أغاني مالتي الخاصة والله يا حب إذا أغني من أغانيك الخاصة حتى يتعرفون علي الجمهور وإذا تحب أن تغني بالعربي إذا يعجبك بكيفك وإذا تريد بالأثوري براحتك يعني بلي عجبك أغني لك بالسورث أغنيك بالعربي يلا براحتك يلا والله عربي سورث ماك حلم عن عندي بالهندي تريد بعد أحسن أغني لك أغنية أول أغنية سجلتها في فضاية آشور يعني سوتها كلب إلي هي أغنية سنة 2004 سجلتها يعني سوتها كلب هي أغنية كانت مسجلة قبل يعني 2002 مسجلها أنا أوديو بس سوتها 2004 من فتحنا فضاية آشور أغنية تقول مرون منشتلا دخي بتويا وطن قطي دماؤو روحايا مرون مرون منشتلا دخي بتويا خبيت سرطا لا تنشا الله حيلا عاشت الحنجرة الذهبية تحب تسمحهم أغنية عربية براحتك بدون أخراج أغني في هذه أغنية أغنية تعجبني كل شي دائما أدنها واني داع أزباح واني شي اسمها قبل ما تسنين أغنية المطربة فايزة أحمد نعم هي للأمهات أكيد وهي لكل الأمهات بالعالم وخاصة أمي كل عام والأمهات العراقيين أكيد يعني العراقيات بألف ألف خير والعراقيين بألف ألف خير نعم أكيد كل أمهات فأقول ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة عامة مشاهدين الكرام أكيد استمتعتوا بهذا اللقاء مع الفنان العزيز ومقدم البرامج ومدير البرامج في فضاية أشور بهاء البير وأكيد أريد أسئلك أو ما أسئلك يمشي عندي الكارت آآ حقك حقك ما هو الشيء السؤال ما هو الشيء لا لا سهل راح أخليك الجواب قبل ما هو الشيء الذي خلق من عنده كل شيء ما هو الشيء الذي خلق منه كل شيء الماء الماء صح؟ عمي سهل لو صعب لا أريده على أحد أصعب أموه الدرجة أه يعني الماء صحيح أموه صحيح أه علو بيرا أخذ بالكاميرا وصفت قوي لتكسرين علو موجهدين كرام هو الماء صحيح خلق منه كل شيء وفاز معي الأخ العزيز بها البيار بيكاش عن 10 دولارات مبروك لك 10 دولارات صورة ويا الشيسمة ويا الكاميرا علو كلمة أخيرة تحب توجه إلى قناة أشهر الفضائية وجمهور قناة أشهر الفضائية بمناسبة عياد الميلاد ورئيس السنة الميلادية عياد كريسمس نقول كل عام وتب خير وإن شاء الله سنة سلامة وسعادة وصحة لكل العالم لكل العراقيين خاصة ونتمنى أنه مثل ما نقول سنة جديدة وحكومة جديدة وحكومة تكون مهتمة بخدمات الشعب بالدرجة الأولى وبعدين الأشياء الأخرى لأنه نحن دائما يحكيون عن البناء التحتية والبناء التحتية المواطن لا يهم السعر النفط قد سعاد لو الاستثمار قد وصلت هذه الشغلات مهمة بس المواطن البسيط يهم أنه يشوف هذا الشي على الأرض مو بعد خمس ست سنوات أو بعد عشر سنوات لأن احنا بلد نامي مو بلد نفكر بخطة خمسينية خمسين سنين لقدام لازم نفكر بخطة سريعة خدمة المواطن اللي تعب تعب بصراحة خدمة المواطن أنا بدي حس أنه هو مواطن بشر حالة حالة المواطنين بالعالم عنده كهرباء عنده ماء عنده شوارع مبلطة عنده حرية الإبداء بالرأي عنده حرية يقول هوف عنده حرية يضحك عنده حرية يقول لا عنده حرية يصفق عنده حرية يرقص وأشياء أخرى وإن شاء الله كل عام تبخير موفقية لك على الدلوي نتمنى أن يتحقق كل هذه الأشياء في عراقنا الحبيب وشكرا لك لانضمامك حقيقة إلى برنامج فكر وربوح هنا جدا مسرور لأنه ألتقد بك ساذبها البير وشكرك جزيلا شكر شكرا لك شكرا لك والبير أحبتي مشاهدة قناة أشور الفضائية ودخلنا إلى قسم البث وقسم الأسامس قسم البث والأسامس ورح نتحرف على الأخ جان وتتعرفون عليه نقول لك كل عام وأنت بألف ألف خير تبالغ خير تسمي حبيبي شونك جان الحمد لله شونك صحيح شونك اسم البث عندك والأسامس يزهو جميل جدا جميل جدا مضوج من المسيجات اللي تجيك حير كل شيء مضوج لا طبعا شون مضوج زين أكو مسيجات يعني ما تعجبك ما تنزلها أمرار يعني بيها أمرار تكون غير لائقة يعني وعلاميا ما تقدر نزلها فما تطلع بشكل غير لائقة يعني ليش برايك ليش يعني أمرار المشاهد الكريم نادرين قلة احنا ما نقول الأغلبية قلة من الشباب اللي يبعثون اسمس مسيجات يعني ما حلوة غير لائقة وأكيد الفضائية هي راح ترد على مثل هكذا مواضيع مثل هكذا مسيجات وترفض من قبل هذا القسم لأنه إذا بيخدش للمشاعر مسيج غير لائق أكيد لا يعرض في الفضائية جان أكيد هو عملك عمل شاق أشوفك هان أمرار أجي بالليل بالعشرة بالتسعة بالدعش بالاثنعاش أشوفك جالس في هذا القسم ومشاهدين كرام هذا الاسمس هنا يا بيرق ويا حافظة ترجع لي شويه لي وراء وحتى أروح إلى قسم البث أنا وجان جان تتمشوا يا يا بيرق ارجع لي حتى نشوف المشاهدين قسم البث والإرسال التلفزيوني أكيد يكون مننا يا مصاحي جان صحيح جان هذا هو قسم البث عندك وعفنا تركنا قسم الاسمس وأكيد هو عملك شاق وهذا القسم مشاهدين كرام هو قسم جدا مميز وصعب في نفس الوقت هنا المخرج المخرج البث هو المسؤول على ما يحدث في البث أي خلل يحدث أي خلل طار يحدث في البث يجب على المخرج أن يتلافى هذا الخطأ الموجود وبالسرعة الممكنة ممكنة إذن هناك على عاتقك أخجان مسؤولية كبيرة في إداء واجبك تجاه الفضائية لأننا نكون في وجه المدفع كل شغل الفضائية سيكون بيدنا يما نطلع بصورة زينة أو يطلع سيئة من خلالنا سنكون هنا نتابع الموضوع شي بثون احتمال مرات يكون هارد مضروب أو فد مشكلة فلازم نتلافى الموضوع فتشيب مكانه إلى نصلح المشكلة صحيح صحيح والله عاشت إديكم ومشكورين على جهودكم في تأدية واجباتكم أخي العزيز جان جان مريد نطل حتى على المشاهدين راح أصلك سؤال وهذا السؤال هو مو صعب حقيقة ارتئت أن أختار هذه الأسئلة جميعها هي أسئلة بسيطة ولكي يفوزوا كادر قناة أشور الفضائية بهذه الهدية الرمزية البسيطة هي حبا بكم حقيقة جان أيهما يتجمد بسرعة المياه الحلوة أم المياه المالحة أسرع في التجميد من الأسرع في التجميد المياه الحلوة للمالحة يتجمد بسرعة المالحة تصور باعلي عندك مسجادة لازم أرشي غشو ميمين مجال الحلوة للمالحة فأكيد الحلوة يعني الحلو مينوك إلا للحلو صحيح مشاهدين كرام الجواب الصحيح هو المياه الحلوة أكيد تتجمد بسرعة وفاز معي الأخ العزيز جان في قسم البث والاسمس بعشر دولارات ومبروك لك العشر دولارات كل عام أنت بخير وكان المأخيرة تحبي توجيه لقناة أشور الفضائية وجمهور فضائية أشور يعني أقول كل عام أنت بخير وإن شاء الله سنة جديدة تكون سعيدة عليكم وأهم شيء يكون الأمام بيه والسلام أما بالنسبة للكادر فأقول إن شاء الله من تألق إلى تألق وإبداع دائم وإلى جمهورنا إن شاء الله يكون برامج لدينا قد ما تكون لائقة وتكون فتشي ممتع لهم وبشي هادف يعني ما تكون مجرد برامج إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا ما زلت مستمر معكم عبر الفضائية العراقية فضائية أشور وما زلت أتجول في أقسام فضائية أشور أحبتي مشاهدي قناة أشور الفضائية وسوف أدخل إلى غرفة تحرير الأخبار هذه الغرفة المميزة من قسم الأخبار هذا القسم المميز بأداء من خلال نشر نشرات الأخبار وأعلانه في التلفزيون ورح نلتقي بالأشخاص بالمذيعين ومقدمين أكيد ما عندنا هنا مقدمين أكيد عندنا مقدمات برنامج فيان وبسام تعال بسام أوقف لي هنا بسام كل عام وأنتو بألف ألف خير تعال داني أيوة قدام الكاميرا حتى أيوة كل عام وأنتو بخير يا فيان زل بألف خير إن شاء الله يا ربي تحقيق الأماني وكل عام الشعب العراقي بألف خير الله يسعبك مشاهدين كرام فيان زلفة هي مذيعة أخبار وكذلك مقدمة برامج في فضايا أشور ونلتقي بمريم ألبيرت مذيعة أخبار في فضايا أشور باللغة العربية والسريانية كيف تحقيق؟ الحمد لله زينك كل عام أنت بخير وانت بألف خير وانت بألف خير تققناش لو بعد لا محتاجة والتقينا بداني بولوس اللي موجود هنا في تحرير قسم الأخبار شونك داني؟ وانت بخير وانت بخير وانت بخير إن شاء الله سينا إن شاء الله شو بك مستعجل عليك حلو داني كل عام أنت بخير بس سام بولوس مذيعنا مذيع الأخبار في فضايا أشور وانت بألف خير أخ علاوي واتمنى لك الموفقية بهذا برنامج جميل الله يسلم اهتسلام أوكي مشاهدين كرام أكيد تعرفوا القسم الأخبار هم المسؤولين في نقل أحدث الأخبار من وإلى الجمهور الحبيب أكيد هذا العمل هو عمل جدا شاق وعمل حيوي ومهيز في نفس الوقت أكيد يعني يجب أن يكونوا دقيقين في نقل الحدث أول بأول وصلنا الآن إلى الأسئلة حالكم شونا مريم واذيان موالا يعني موكل موكل ماذي شدولين الحمد لله الحمد لله أوكي السؤال هسألكم أثياناتكم ما هو الشيء الذي هو أطرى من الجبنة وأحمى من السيف أبيان بس أي الحيوانات عليها الماشا عليها اسم فلان من تلدغ يا يمي الله ليراو الواحد شنية والله ما عرف ساعة تصوير شنية تلدغ 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 حية ويا ما حية يا مراسين الحية ما تقولين مريم ما عرف أصلا السؤال يعني مو لا وياها أوكي ويا مو السؤال رات تبدل بعيد يعني أنا قد بالعامية صر أنثة الحية الحية إذا تقولين الحية ما تعرفين مذكر لو أنثة موم بينما عندما تقولين الثعبان هنا لم تحدد أيضا الثعبان يطلق على الأنثى والذكر إذن مشاهدين الكرام أطرى من الجبنة وأحمى من السيف أكيد هو لسعة الحية والله يراويكم هذه اللسعة والله يبعدكم عن الثعبان ويبعدنا أيضا مشاهدين يا كرام فازوا معي بكار شحن عشر دولارات يعني خمشة مو خمشة صبقوا لهم عمي ساهلون صبقوا لهم هيلو هيلو فرحان المفروض يعني تقدموا نشرة الأخبار وقد فزنا في برنامج فكر وربح من حق بيان ليس من حق لا نحن اتفاق نحن اتفاق كلمة أخيرة تحبي تواجهنا قناة أشور وبرنامج فكر وربح واجم وفضاية أشور أولا أشكرك أنت واتمنى لك الموفقية والنجاح إن شاء الله تألق من تألق لتألق وأشكر المصور بيرق زقي بيرق زقي لا زقي لا زقي قول بيرق زقي أتوقع بيناتنا وأقول كل عام أنتوا بخير وإن شاء الله يا ربي سنة ألفين وداعش تكون أحسن من اللي فاتت وإن شاء الله تحق الأمان لكل الشعب إن شاء الله مريم أشكرك على هذا البرنامج وطبعا أحب عائد كل الشعب العراقي وإن شاء الله يا ربي سنة جاية تكون سنة تقدم الفضائيتنا فضائية آشور إن شاء الله شكرا جزيلا إذن مشاهدين كرام التقينا بمريم ألبيرت وفيان زلفة المذيعات في قسم الأخبار والتقينا مشاهدين الكرام بالمذيع بسام بولس وداني بولس ثلاثم بولس ساعة الصودة ويعنا بولس ما شاء الله بسام نجيب إحنا أكيد حيناك في البداية وحينا داني بولس وراح نطرح عليكم السؤال نعم أوكي ما هو الشيء الذي يكتب كثيرا ولا يقرأ منه حرفا يكتب غاية وما يقرأ من عنده ولا حرف شون هذا الشيء يعني هو فد مثلا نقول فد وسيلة أكيد وسيلة وسيلة أو مادة يعني يعني هو أكيد وسيلة التعبير عما يدور في النفس بصدق وحرية لو لا لم يكتب أي شيء يكتب في ش تقول أنت داني داني أنا أنا قلم 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 لو البلم والله كيف باو أوكي هذا الكارت أيضا هم لكم خمسة بخمسة يعني توزعوا بيناتكم أنت ويا أوكي إذن أنت ش تقول أنا أقول أنت تعيد لي السؤال مرة ثانية ما هو الشيء الذي يكتب كثيرا ولا يقرأ منه حرفا نا إذا نقول القلم ما يستمترها منه بعيدة أنت ليش متأيدة بتجواب أحسن لك أنا شو نأيدة أي الفكرة مدى توصل يعني ملا حد الآن أنه مدى توقع أن يكون القلم أنت تقول ما يقرأ منه حرف مو هي شون هو بيه لغز أوكي يعني خنقول القلم يكتب كثيرا تقدر تتقرأ للقلم لا أكيد هو كعنص هذا كمادة ينعتبرها مادة وسيلة مو هالمادة هي مادة القلم المصنع من الخلج تقدر تقرأ من عندها في الشيء ما ممكن صح إذن شين هو القلم القلم يعني مو البل القلم القلم أنت تقول القلم القلم كان دانيا أسرع من عندك في الإجابة بسامة لا يسعونا في الختام أحبتي مشاهدين قناة أشور الفضائية نقلنا لكم أحداث اليوم ونشرة الأخبار نستودعكم بالله وحفظه ورعايته وبسيبا خطبنا أبقوا يعنا دقيقة لا تكيفين أنت تبدأ لكم مشاهدين كرام هم القلم جواب داني وبسام بولوس جوابهم صحيح وفازوا معي بكار شحن 10 دولارات وصفقوا لنفسكم صفقا قويا أيوة 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 10 دولارات تتقاسموا بثنيناتكم شو تقول أي طمع أوكي داني طمعا شكرا جزيلا لك خمسة وإلى خمسة كلمة خيرة وعلى السريع الله أني أشكرك على هذا البرنامج على اللقاء اللقمة ويانا وأحب أقول أنه إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة خير ومحبة على جميع العالم إن شاء الله شكرا جزيلا بسام بولوس طبيعي أشكرك زميلي علي الدلوي على هذا برنامجك الجميل وأتمنى السنة القادمة أن تكون سنة خير وأمان وسلام على جميع العراقيين أينما كانوا شكرا جزيلا شكرا إليك مشاهدين الكرام ودخلنا إلى قسم الكونترول الكونترول مثل ما تشاهدون الأجهزة الموجودة في هذه الغرفة ينقلون من وإلى الجمهور جميع البرامج الجميلة الثقافية الاجتماعية السياسية وأثناء دخولنا إلى الستوديو الكونترول لقينا الأخت الزميلة رنت حبيب المذيعة مذيعة الأخبار في قناة أشور الفضائية والأستاذ حكيم كاظم المخرج المبدع وكذلك يوسف الموجود بالكونترول أول شيء رح نلتقي بأستاذ حكيم أستاذ حكيم كنونك؟ أهلا بك أستاذ علي والعم وأنت بخير وأنت بألف خير نتمنى لك الصحة والموافقية وكافة شعبنا العراقي كيف ترى عملك في أداء واجبك في الإخراج هل هو صعب أم سهل وهل تحب هذا العمل أم لا بالشكل المختصر أجواب بالفصحة يا عمي كيف أم لا هل تحبني بالفصحة؟ لا عادي جوابك عمي كم رائع طبعا شغلنا نحبه وأحيانا نبقى ساعات متأخرة من الليل لكن حبنا لهذا العمل لا يخليننا نحس لا بتعب ولا بشي آخر أكيد أكيد هو حب العمل ينسى الشخص التعب أكيد أستاذ حكيم حتى لنطيل على المشاهدين سأسلك سؤال جدا بسيط تريد تفوز تفوز والله بكيفك بس أنا مصفر قتلك حلو طبعا مشاهدي الكرام أستاذ حكيم كاظم مخرج مبدع في قناة أشور الفضائية وعلى ما أعتقد صار بالعشر سنوات تعمل في هذه الفضائية أكثر أقل معروف أستاذ حكيم كم سنة تقريبا دخلت بالعام السادس دخلت بالعام السادس ما شاء الله يعني عمر طويل إن شاء الله والله يطيك الصحة والعافية وتمنى لو كنت معك في برنامج مباشر يبث للجماهير مباشر يعني يكون أفضل حتى نتقي في عمل سوى شو تقولي صار حكيم إن شاء الله على السنة الجديدة إن شاء الله هناك برنامج إن شاء الله أوكي صار حكيم ما هو الشيء الذي يكسو جميع الناس ويكون عاريا دائما يكسو جميع الناس ويكون عاري يعني يمشي عاريا ملاب الشيء هذا الشيء ملحق البيت إيه أفضل لان ها نسابه نخبر التلفون سوف يقولون إن شاء الله حيا ويكون عاريا يكسو جميع الناس ويمشي عاريا ما هو هذا الشيء هذا الشيء موجود بالبيت شباب جميع الحديد نعم 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 مغاف لا 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 صغيره كل شيء ملقاط بعد أردوا ما سيصل هل تسلم عقلك بيدي سالحك؟ لا اندي عشر لي ما اشوف فلبس المناظرة لا والله اقول لبس النظارة حتى شوفه فالشي صغير دقيق خلا من نال بس المناظرة فالشي صغير هو حديث زرب بي صغير اوبرا شين هو اوبرا اوبرا صف قول صف قوية لا مستقبول هايلو سالحكيم يقول اوبرا يكسو جميع النا صدق البطلون المشقوق القميص المشقوق ويمشي عاريا بدون اللبس صحيح او غلط اذا جوابك صحيح يعني هسا راح نملي الرصيد مبروش اليك العشر دولارات وتهانينا استاذ عكيم وكلم اخيرا تحبيت وجه لقناة اشور وبرنامج فكر وربح اتمنى النجاح والموفقية لكل كادر فضائية اشور واخص بالذكر بهم برنامج فكر وربح والكادر برنامج فكر وربح ابتداء من استاذ بها بحضرتك بالاخوة المصورين اتمنى لكم كل النجاح والموفقية شكرا جزيلا شكرا ورح نلتقي مشاني يا كرام بالمذيعة مذيعة الاخبار رنت حبيب ما راح نسأله سؤال اوكي حتى لا تحرج ولا ننحرج نقولك كل عام وانتي بألف ألف خير ان شاء الله يا رب دائما تكوني متألقة في اداء عملكي اه وتخدمين العراق والعراقيين هؤلاء الاناس الذين يستاهلون اكيد كل الخير والسعادة والبركة ونتمنى ان يكون عام الفين واحدى عشر عام خيرا وسعادة ومسرات عام التاخي وفرح لكل العراقيين ان شاء الله وما هو رأيكم باعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وشعورش والمن تحبين تعايدين بالبداية هني الشعب العراقي بعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية واتمنى للعراق السلام والامن كل العراقيين يتمنون هذا الشي ولموفقية البرنامج فكر وربح وأكيد إلك وشكرا للفضائية أشور أكيد أول شي لكل الكادر من من مدير الفضائية الاصغر موظف حلو هذا نقضى بالفرومشي يا فرومشي لا أناوي خل نشوف يوسف أمرياتك بالعام الجديد عام 2011 والله أمرياتي كل العراقيين رجاء العراق مثل ما كان قبل إن شاء الله إن شاء الله تحبت عيد من هو؟ يعني برأس السنة عيد كل العراقيين كل العالم ولك الله يسلمك كل عام تبخير إن شاء الله يا ربي صحة وسلامة وعريس دائما دائما تكون عريس لا تزوج أنا أقول له دائما عريس ويقول ما أتزوج هاي شون السالة حكين يلا إن شاء الله عريس شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا إليك نقول لك كل عام وأنت بألف ألف خير إن شاء الله تكون دائما في تألق ونجاح سرمد القس أمنياتك بالعام الجديد عام 2011 شكرا على هذا البرنامج استاذ علي كل عام وأنت بخير كل عام وقناة آشور الفضائية بألف خير وكل عاملين في هذه القناة الرائعة وأتمنى لكل عراقيين المزيد من الصحة والعافية وكل عام وقناة آشور الفضائية ومشاهدي قناة آشور الفضائية بألف ألف خير مشاهدي كرام ودخلنا إلى استوديو قناة آشور الفضائية والتقينا بأمير هاويل نقول لك شونك أمير أهلا وسهلا شون الصح حمد لله بخير أمنياتك بعام 2011 والله أمنياتي هو تحقيق الأمان للجميع إن شاء الله والأمان والسلام والاستقرار للبلد لكل الناس مشاهدي كرام أمير هاويل هو طبعا يعمل في قسم الصيانة ومخرج للأخبار والبرامج قلت لكم هنا كل شخص يعمل أكثر من شغلة في القناة يعني مخرج برامج وكذلك يعمل في الصيانة الأجهزة أكيد متعرضة إلى العطل وكذا أكيد هو يصلح أمير هاويل صحيح وأخوك آشور هاويل ما موجود آشور تشلنا هم من طلع مجازي حالين يوم مجاز تحياتي أهلا وسهلا شكرا لمشاركتك وتحياتي لك كل عام وأنت بألف ألف خير وأنت بألف خير إن شاء الله تحقيق الأمان جميع إن شاء الله أحبتي مجادة قناة آشور الفضائية مثل ما قلت لكم أنا في استوديو قناة آشور الفضائية وسوف نلتقي بالمصورين الرائعين في قناة آشور الفضائية وهؤلاء الأشخاص الذين يقدمون كل ما هو بوسعهم في سبيل أرضاء المشاهد العراقي والعربي ورح نلتقي برئيس المصورين سعد عبدالله حادي نقول لك السلام عليكم عليكم السلام نعم أنت بخير أنت بخير إن شاء الله عندك مواقفه هاية بالتمثيل ويايا وشغلات بالبرامج مثلا هاية شغلات سعدان هاية برامج هواية هو سعد ما شاء الله مو بس مصور وإنما أيضا يمتلك موهبة التمثيل لمشاهدين الكرام وأكيد شاهدته من شاشة آشور الفضائية تعالوا مصورين تعالوا صف هناك الكل تعالوا تعالوا إيشو تعال غسان الكل يابا جميعا الكل طبعا جميعا كل عام وأنتوا بألف ألف خير إن شاء الله يا رب تحقيق كل أمنياتكم وإن شاء الله دائما تكونون سعيدين في حياتكم وسعيدين الحال في برنامج فكر وربح لدي سؤال واحد فقط هذا السؤال يطرح لحضراتكم جميعا وأريد جوابا صحيحا واحدا ليس أكثر الذي يجيب على السؤال سوف يحصل على الجائزة عشر دولارات ونقول له مبروك إليك العشر دولارات شوية يصير لهذا حتى الكل يطلعون بعد من عندنا بقى من المصورين الكل غسان غسان سعيد وإيشو وسعد عبدالله حد وبشار ودريد الكل موجودين وبيرق زكي أكيد أم راح نصورك يا بيرق ما ناسيك أكيد مشاهدين كرام أوكي أمنياتك بالعام الجديد وبالشكل السريع غسان إن شاء الله لأمان الشعب العراقي وكل عام أنتوا بألف خير إيشو كل عام أنتوا بخير وشعب العراقي بألف خير وأمنياتنا لأمان يحل العراق إن شاء الله سعد والله نتمنى بأنه العراقي يرجع مثل مكان سابقا والأمان للعراقيين بكل أطيافة وبكل ألوانة ونتمنى القناة آشور الإبداع وإن شاء الله ننطي المزيد للقناة هذه جد ما أحنا بين النفس يصعد وينزل أحنا ننطي القناة آشور ومن ننسى هذه القناة يعني حقيقة قناة بدت فتية وتبقى بعنفوان الشباب وإن شاء الله مقدم الأحسن شكرا سعد بشارة كل عام متو بخير صحة والسلام إن شاء الله إن شاء الله دوريت كل عام متو بخير إن شاء الله وعلى جميع الشعب العراقي يا ربي هذا وبس شكرا جزء شكرا جزء إذن وصلنا إلى السؤال وسام أنت من شاركتنا وسام؟ أوه وسام عمي طاق مايت حاجة متكبر أوكي يلا تحياتنا إلك وسام الدولارات هذه راح تطيها ألقى لو خردها كيف كنت؟ أريد فتحشيش من عندك إيش وش عندك فتحشيش؟ إيش تحشيش؟ أحسبك فعندك تحشيش؟ أجل على ساعة 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 أريد من عندك تطيني فالشي على الدلوي يسوي أتذكر أنا قلدت كل المذيعين موجودين في قناة أشور الفضائية ولم تقلد على الدلوي لماذا؟ مو لماذا وإنما ما أجدتي الفرصة الفرصة ما أجدتي يعني لو أردت أن تقلد على الدلوي ماذا تفعل؟ آه آه جنججرة جنججرة ايش عندك فشي طرفة كذا طرفة؟ هو الشكلة هو الشكلة هو طرف طرفة طرفة لهول طرفة مو هول ايش طرفة مرعيد ميلاد حلو حلو مجاهدين الكرام وصلنا إلى سؤال الحلقة والسؤال موجه لكم المصورين الكل ما هو الشيء الذي يخلع يوميا من ملابسه شيء ما هو الشيء يوميا يخلع من ملابسه كل يوم يخلع من ملابسه فالشيء شين هذا الشيء رقي راح غير السؤال لا لا أوليفر ترى أنسقك ما تقول بالتنسيق وكذا لا تروح أوليفر زيان ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل الوقت 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 انتظر سواء اوكي 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 غساء دريد الوقت الوقت تمساح زيان هذا الوقت شين الوقت يعني الوقت اسم له بس وقت تايم الساعة الوقت ما الساعة الساعة والله زمن قلت له الأراث قلت له هو الله زمن وقالت الزمن ومسأل تجاذسوا على الأراث بس أريد أقول فاتشغلة واحدة أريد أقول فاتشغلة واحدة اللي عرف الجواب منعدكم العشرة دولارات لي واللي ما ينطيني اياها قطرات بس عويلة يعني أول والثالث ستتبرعون بساعة لأنه لا الياغذة ينطيني 2000 دينار زيان أنا ما لعلاقة سواء قال الوقت بالبداية ساعة يعني جاوب جواب صحيح قال الوقت هي الساعة جواب صحيح الساعة الوقت أكيد تابع المن للساعة وجوابك صحيح ساعة إذن مشاني يا كرام فاز معي ساعد عبدالحاد بكار شاحن 10 دولارات ونقول لك مبروك إليك هذا كان آخر كارت آخر هدية في البرنامج حالو المصور الذي رافقني طوال هذه الفترة الحلقات السابقة هو المصور المبدع بيرق زكي كان خلف الكواليس اليوم ظهر على الشاشة بيرق أبو طويلة هذا بيرق أبو طويلة بيرق أبو طويلة أبو طويلة لاحق إيشو دي يصور ناسة حلو حتى تأخذ شوية على البرنامج يا إيشو نشوف متاعب البرنامج نشوف الشلغم ما للبرنامج بالضبط باكو الشلغم أنت أنا مرات مشاني الكرام هذا أو بيرق شوفوه طويل وأسفل وفاش شمعون نسل وتسمع قاد طلع لي ما رأي دي حجي لحجي شو قلت لك؟ شو قلت لك؟ هو أن نشيها أبو طويلة ما رأيك بيرق زقي من أقول زقي؟ لا عادي أبو كم يتابع يقول يسمع زقي شي يقول والله لا يسيبني الله عليك لا لا عادي طبي الملاطفة دائما نقول بيرق زقي الزق زقة مو يالشقة يعني ماري هايش بالضبط 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 أمنياتك من العام الجديد بيرق والله إن شاء الله أول شيء كل عام وكل العراقيين بألف ألف خير تعالوا هنا وخاصة بهني لأخواننا المسيحيين بالعيد وكل عام هما بألف ألف خير إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله أمنياتي بهذا العام الجديد تحقيق كل الأماني لكل الناس وإن شاء الله يا ربي عمل الأمن والسلام إن شاء الله شكراً لك يا بيرق الله يخلي أحبتي المشاهدين أرجو أن استمتعتم بهذه الحلقة المميزة الخاصة المميزة أكيد بكادرها بكادر قناة أشور الفضائية وصورنا هذه الحلقة ووردناها أن تكون خاصة لكادر قناة أشور الفضائية تحياتي إلى جميع الأصدقاء الذين يراسلون عن طريق أمير البرنامج فكرورباحاتيها.com وعن طريق الفيسبوك على الدلوي بالعربي أو على الدلوي بالإنجليزي تحياتي لكم أينما كنتم داخل وخارج العراق كل عام وأنتم بألف ألف خير كل عام ومشاهدي قناة أشور بألف ألف خير عساكم دوم عوادة وإن شاء الله أيامكم جميعها أفراح ومسرات تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم علي الدلوي وتقبلوا تحيات المخرج بهاء البير نلتقيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله لا نقول وداعا بل